خلينا نتكلم معيك شوية عن جيل التسعينات ويمكن في ناس ممكن تكون بتتفرج غرينا ما عشوش جيل التسعينات مش كل الناس عشت جيل التسعينات احكي لي شوية أكتر حعمة كانت بتميز جيل التسعينات من وجهة نظري blue اكتر حجة يعني أنا في القصة بقولcode بتاعت بقايا جيل التسعينات إني دايمن كل زمن لازم المحفظ زمن تاني مفاحب لي يعني مثلا إحنا كجيل 9 نيات 30 80 وهكذا. هنلاقي مثلا جيل التلاتين اللي هو بتاع جده وتيتا مصاحبين معانا في الزمن ده. هما اللي بيحكلنا هما الشواهد على ده. ففي القصة هي شاهدة على هذا الزمن. اللي هو خلاص مع تطور المستقبل هي بقايا جيل التسانيات. فبتحكي حوادث كتير. بتقول احنا لنا كانت فيه طفولة حلوة قوي. الطفولة اللي كان فيها التليفون. التليفون مش واخدنا. يعني ما كانش سمارت فون. ممكن انا ابعدة معاكي بس انتي مركزة في حاجة تانية. فاحس ان انتي مش ميداني جزء من وجودي او كانونيتي وانا معاكي. وهكذا. فا اجمل حاجة كانت بتميزنا التليفون. اجمل حاجة شرائط الكاسة اللي احنا كنا بننزل نشتريها مثلا من روكسي. والاماكن الجميلة. وكمان مش بننزل مجرد نزول. لا. ده احنا بنتمتع بالاماكن الاسهرية اللي موجودة هناك. ايوه. وبنشوفها. طبعا. اجملها برضو الاحداث التاريخية. لما كان بيحصل حاجة انا زي ما قلت لحضرتك. الهوية. الهوية ان انا يعني كوني بحس بوجع اي حاجة عربية بتحصل. فدلوقتي زي مثلا قضية الشيخ جراح لما حصلت هي عدت سهوا كده. على الاجيال الاصغر. لكن احنا في جيلنا كنت انا فاكرة ان هي. بنتأثر اكتر على المستوى الانساني. بنتعطف اكتر. كنا كاطفال بنتأثر وشكلت في وجداننا. بدليل ان انا قعدت كتابتها مرة تانية. وقلت ان زي العوالم الافتراضية دي جميلة وحلوة. بتخلينا نصنع غرف زي ما احنا عايزين وبنعيش فيها. بس انت موجود داخلها بشروط. حقيقي. تمام. حقيقي. فلو رفعت قضايا معينة او حاجة بيتم طردك برا العالم ده. طبعا.